واحدة من أغرب الزواهر في العالم قصة غمضة وغريبة لدرجة قالوا أنها أكيد أسطورة بس دليلها لسه موجود كان في مدينة أورستقراطية غنية مدينة من مدن الإمبراطورية الرومانية كانت وجهة للسياح بسبب الخمور والدعرة معروفة بمدينة الزنا الإيطالية مدينة بومبين المدينة اللي ورايي دي كلها هلكت في لحظات قصتها إيه؟ 79 بعد الميلاد في إيطاليا قريب من خليج نابلي على صفح جبل بوركان فيزوف كانت مدينة بومبين حضارة مزدهرة وميناء متطورة ومعظم سكانها أغنية شوارع من الحجارة مسارح وأسواق تطور في الفنون باين من النقوش والرسومات بس فجأة لقوا حاجة غريبة لقوا رسومات على الحيطان كشفت إن بيحصل أنشطة غريبة ومارسة علاقات مع حيوانات مع مثليين مع ناس كتير وكل دا قدام الأطفال من غير حياءة لحد ما حصلت كرسي تسعة وسبعين قبل الميلاد 24 أغسطس الساعة 12 تحديدا بوركان فيزوف اللي غراي دا انفجر قزى بأطنان من الحنوى البوركانية غطت السماء وقلبتها ظلام نزلت زي المطر واتدفنت المدينة ووقفت الحياة في مدينة الملذات اختفت لأكتر من 1600 سنة ولما اكتشفوها لقوا حاجة غريبة جدا لقوا أهل بومبي في نفس الهيئة اللي هم ماتوا فيها تقريبا ماتوا في لحظتها بدون أي ردة فعل ورايا فيه تقريبا 13 جسة من الجسس اللي هي لما ماتوا في لحظتها بدلوا متحجرين زي ما هم بالظبط تقريبا ماتوا في لحظتها تقريبا ماتوا في لحظتها تقريبا ماتوا في لحظتها و تقريبا ماتوا في لحظتها بيفسروا الموضوع ان الغبار البوركاني ده غطة عمل لهم زي هيئة معينة نشفة حجارة والجسس جواه هتحللت فاردقة الاشكال اللي هتشوفوها دلوقتي دلوقتي بقت مدينة سياحية الناس بتيجي تشوفها تتفرج عليها بس فيه اماكن برضو ممنوع للاطفال بسبب الرسومات الإباحية اللي موجودة في محلات دعارة وإشارات على شكل العضو التناسل بتقولك اتجاه المحلات ومعلاقين عليها لنبا بص يا جماعة تلاقوا علامات على الأرض بتؤخر على المكان اللي كانوا بيروحوا فيه عشان يقولك تروح منين على طول وجدوا 13 غرفة مطلة على الشوارع غرفة مخصصة للجنس 9 حمامات كانت تستخدم لأمور جنسية 7 نوادي جنسية للأغنياء 41 محل دعارة وكل هذا في مدينة تعدادها فقط 10-12 ألف نسر أخدت القطر من بومباي ورجعت على مدينة نابلين وانترقت عشان أروح ما تحسن نابلين في هناك حاجة غريبة لها علاقة بومباي غرفة في متحف بيسموها الغرفة السرية طيب يا جماعة ملك نابلي لما اكتشف بومباي زارها هو وامراته وبنته قرف وتخض من اللي شافه من كتر ما المناظر والأدوات كلها تتمحور حول الجنس فأمر بجمع كل الحاجات دي وحطوها في غرفة وقفل عليها ومنع الناس تخش لأنها تاخدش الحياة فتحوها مؤخراً وحطوها في المتحف النابلي وسموها الكابينة السرية أنا أخش أشوف إلي موجود وأشرح لكم طبعاً مش هدين حاجة ولكن عشان نفهم بس إلي موجود يلا بينا نأ هو حاجة صعبة مع حيوانات مع بعضهم هي الفكرة أنه مش حيوانات بس يعني فيه رسومات فيها أطفال مع رسومات جوا رسومات فوضح اللي هي كانت أعلى اللي هي بغض النظر على اللي موجود جوا المتحف نفسه مليان حاجات ضخمة جداً يعني الفن زمان كان كان في أحجام مش طبيعية دوسوا تمثال وراقي قد دي ورخيام إززاي بيشكلوه كده وبقى إفهمتها شاهد حقيقي على حقبة غريبة من التاريخ فيها تحرر جنسي مش مسبوك هي عاملة زي قصة قوم اللوت اللي تذكرت في القرآن من الإنجيل طيب مع ربنا نزل الجواز من ذكر وأنثى راجل وسط مفيش أب وأب أو أم وأم فربنا بيديك حق للاختيار وأنت بتتحمل أعواقب الاختيار ده طيب هي المشكلة مش في المعصاية نفسها كلنا بنغلط وعندنا زنوب لكن الجهر بالمعصاية دي اللي خطيرة إن تبقى المعصاية شيء عادي وطبيعي ومفيش حياة وأثباتت الإحصائيات إن الأنواع دي من النشاطات مصاحبة للأمراض بشكل كبير زي الإيدز والهيربيز وارتبط ارتباط وثيق جدا بالمثليين أو الشاذين جنسيا لدرجة أنه في التمانينات أول ما ظهر ما كان اسمه إيدز كان يسموه سرطان الشواذ طيب يا جماعة نحن في نابلي حتة سمها حي الأسباني طيب هي الأسباني بيعشاؤوا مارادونا في ميموريا الخاص بس دي مارادونا كله حاجات مارادونا تشريتات مارادونا جرافيتي في عماير كاملة عليها جرافيتي مارادونا كامل بس بيعشاؤوه وغير أن المدينة كلها أصلا ماليالة مارادونا بس في ميموريا الخاص دي بقى ناس كلها بتيجي تزوره وتشتري حده لحد دلوقت هذه نابلي بأيزين من نظر ألا، ب상이 فقط أما هنالك بي league؟ فرانسيسكو فرانشيسكو هيا من البيتزة دولهات هنا فورا جانيه نابوليتان بيست بيزا بيست 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 هل نبدأ بنا أجل؟ نعم مصدر، 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 طميتو، باسريكو باسريكو، حسن في نابلي كان لدينا أجل الماردولة وأجرب بيزا المالغريتا قبل أن أخلص الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة